موعد مقدس ليس في مدينة نيويورك وحسب بل في عموم الولايات المتحدة ففي مثل هذا اليوم من كل عام يعيد الأمريكيون الساعة سنوات إلى الوراء ليقفوا صامتين مصدومين وكأنها جماعة سبتمبر عام 2001 حدثت للتو أريد فقط أن يعرف الناس في جميع أنحاء العالم أن أمريكا لن تنسى الضحايا من النساء والأطفال والرجال قبل عشرين عاماً كان يوماً عادياً الكل ذاهب إلى عمله ومدرسته لكن الإرهاب وقع لن ننسى هذا اليوم مخاوف الشارع الأمريكي من الإرهاب لم تتبدد بمرور الأيام والحضور إلى هنا بمثابة تذكير بضرورة اليقظة فبالنسبة لهم لا يعرفون كيف وأين أو متى سيضرب الإرهاب من جديد لفترة من الوقت مكتنا نشاهد الأشخاص الناجين الذين يمرون عبر جسر بروكلين قبل عشرين عاماً على أمل أن تكون صديقتنا واحدة منهم لكنها لم تكن كذلك توفيت لكن مكانها في قلوبنا ما زال فارغاً نأتي كل عام لنتذكرها انتقمت أمريكا السياسية بطريقتها الخاصة ممن وقفوا وراء الهجمات من خلال حروبها على الإرهاب التي لم تنتهي بعد فيما الشعب متمسك بالمضي قدماً في حياته دون أن ينسى أو يسامح هجمات الحد عشر من سبتمبر قبل عشرين عاماً وحدت الشارع الأمريكي لكن بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وما رفقه من أعمال فوضى قسم الأمريكيين إلى مؤيد ومعارض في طريقة مواجهة حكومتهم للتطرف والإرهاب الذي يؤرقهم منذ عقدين أياد الجغبير سكاي نيوز عربية واشنطن